بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطالبات الصفة الثالث الصناعي تخصص الحاسبات أهلا وسهلا بكم في مادة برمجيات الحاسب اللي احنا بناخد فيها لغة اسمها لغة الجافة طبعا خدنا تيطار بخمس حالات قبل كده واتكلمنا فيهم لغة الجافة وليستخدمتها عن السي بلاس بلاس هي مزاياها هي المعاملات بتاعتها وخدت بعض عملات الحسابية وخدت كمان بعض القواعد زي قاعدة F وقاعدة سويتش وخدت عملات زي الضربة والطرح والجمع والاسمة وازاي اجمع عدد صحيين او اجمع عدد صحيحة وحلقة حقيقي وازاي معاملاتها وازاي يبدأ اكتب برنامج جافة النهاردة هنعمل مراجعة سريعة علامات الحسابية اللي احنا خدناها قبل كده علشان ننهي الجزء ده علشان نخش بعد كده ان شاء الله في درس جديد نكون كل اللي خدنا ده خدنا عليه تمرين كفاية نكون فهمنا به ما هي الوقت الجافة حتى تلوقتي احنا عارفين اللغة الجافة دي وانا فيها معاملات وانا فيها سوابت وفيها متغيرات النهاردة هناخد شوية اسئلة برضو يعني ايه متغير او يعني ايه ثابت او ازاي بيكتبه حتى فأنا ان السابت ده عندي منه نوعين لاما ثابت عدد صحيح لاما ثابت عددي حقيقي وانا الصحيح هو العدد او الرقم اللي مفهوش علامة عشري وانا ثابت العدد الحقيقي هو العدد او الرقم اللي لازم يكون في مين لازم يكون فيه علامة عشري وانا حتى المتغيرات زيه متغيرات عددية صحيحة ومتغيرات عددية حقيقية وانا في المتغير لازم بعرفه أنه حقيقي ولا صحيح سواء بنت أو بفلوت أو بضبر إنما السوابة الحرفية وده السوابة اللي بيكون فيها حروف أو أرقام أو رموز عاوزين نكتبها زي ما هي واتفانا بنحطها ما بين إيه أيها بنحطها ما بين علامتين تنصيص حتى ما جينا قلنا المدغات الحرفية هي برضو متغير بالكتب في حروفها وارقام أو رموز عاوزين نحطها ما بين علامتين تنصيص يعني تكتب زي ما هي وعرفناها بايه ايه ايه بتشير او بسترينج واخدنا بعض عامات الحسابية على كده واخدنا بعض كمان عامات المنطقية عن طريق قاعدة اف وعن طريق قاعدة اسويتش نبدأ النهار ده بقى ناخد شوية التمرين على الكلام اللي خدنا ده لحد ما خلصنا اف او اسويتش نبدأ احنا اتفقنا مع كل مرة بنبدأ بالشكل العام لبرنامج الجافة عشان ما ننسهوش اول حاجة عندي في شكل العام ايه واحد امبورت جافة اكس اسوينج ايجي اوبشن بين واتفقنا مع بعض ندي المكتبة الكبيرة بتاعة البرنامج الجافة اللي انا بستدعي به اي ده اللي عن طريق ايه عن طريق الكائنات اتنين بابلق قلاس بي 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 وان هنا بابلق قلاس اللي الفئة العامة بتاعتنا اللي هو بحط في امين بنحط فيها اسم البرنامج واتفقنا لما يكون اسم لما يكون حروف يفضل ما نحطش اسمنا في البرنامج اللي انا بعمله سواء كان في الانتحان او بعمله كتمرين تلاتة بنفتح القوز بتاع اسم البرنامج اربعة واتفقنا دي ان دي مين بقى ايوة دي الدالة الرئيسية بتاعت برنامج الجافة ودم جبنا سير الدالة لازم نفتحها بالقوز رقم خمسة واتفقنا مع بعض ان دول اول خمس سطور سابتين في اي برنامج جافة يبدأ من بعض رصات الخامس او من بعض القوز بتاع الفويد مين بتاع الدالة الرئيسية يبدأ البرنامج بتاعها يبقى ستة بالقاتل البرنامج اللي عندي قلنا ياخد سطر ياخد اتنين ياخد عشرة ياخد عشرين حسب البرنامج اللي انا عاوز اكتبه طبعا هنا وخدناه كتير قوي احنا كتبنا البرنامج كله في سطر واحد اللي هي جلمة الاخراج اللي هي بتقول لي ايه سطر رقم ستة جي اوبشن بين شو مسيج دايالوج جي اوبشن بين الكائن اللي باستدعيم المكتبة الكبيرة بتاع البرنامج الجافة خلاص الحمد لله حفظنا الموضوع ده شو مسيج دايالوج ايوة ده مربع الحوارب بتاع مين بتاع جملة الاخراج قلنا اول ما نشوف جملة شو مسيج دايالوج نروح على طول ما بعد كلمة نلق ليه لان نلق دي بيجي بعدها الخارج نعاوز تخرجه بالزبط على الشاشة بتاعتنا وان هنا كتب ايه هلو ايجيبت وحريطها ما بين علامتين تنصيص يعني عاوز تطلع زي ما هي كده جملة هلو ايجيبت يبقى كان البرنامج المطلوب مني هنا ايوة اكتب جملة ترحيب المصريين اللي هلو ايه ايجيبت سبعة بنقفل اخر كوس فتحناه اللي هو مين اللي هو رقم خمس اللي هو بتاع مين بتاع الدالة الرقصية بتاع دفويد مين تمانية بنقفل اول كوس فتحناه اللي هو مين ايوة بتاع اسم البرنامج ايه بتاع البابليك كلاس ده الشكل العام لأي برنامج جابة واللي قلنا هنبدأ به اي حصة لنا عشان ما ننسهوش عشان نعرف بيكتب برنامج ازاي نبدأ معنا بقى في اول تمرين بيقول لي ايه اختار الاجابة الصحيحة في كل من التمرين الاته يعني من اللي جاء وراء بعض دي انا هديك سؤال وديك اختيرات وانت اختاري الاجابة فيهم الصح اللي انا عايزها اول سؤال بيقول لي ايه كل حروف لغة الجافة يجب ان تكون كبيرة يعني حروف كابتل فقط تاني سؤال بيقول لي ايه كل حروف لغة الجافة يجب ان تكون كبيرة true ولا false صح ولا غلط ناجي مع بعض احنا قلنا من شروط كتابة حروف لغة الجافة ايوة لما سمول ايه تزد ان ممكن تكون كابتل وان ايه تزد ممكن تكون ايه سمول يبقى من الشرط يكون كلها ايه حروف كبيرة يبقى الاجابة هنا تروها الله false ايا شباب ايوا برافو عليكم يبقى الاجابة هنا ايه false او اجابة خاطئة يبقى دا كان اول سؤال عندي او اول تامين عنده بختاري الاجابة الصحيح هل كل حروف لغة الجافة يجب ان تكون كبيرة طبعا الجلام ده غلط لا طبعا ممكن تبقى كبيرة وممكن تبقى ايه صحيح نركز في السؤال عشان دا السؤال دا مهم او اي العبارات التالية صحيحة ايه العبارات اللي عندي نبص كلا مع بعض رقم ايه كل سطر في البرنامج يجب ان ينتهي بفاصلة منقوطة كل سطر في البرنامج يجب ان ينتهي بفاصلة منقوطة بي كل جملة في البرنامج يجب ان تنتهي بفاصلة منقوطة كل جملة في البرنامج يجب ان تنتهي بفاصلة منقوطة سي كل سطر ملحظة يجب ان ينتهي بفاصلة منقوطة كل سطر ملاحظة يجب أن ينتهي بفصلة منقوطة دي كل دالة هي الدالة اللي هي الاف أو سويتش كيس أو فورزة ما ناخد بعد كده كل دالة يجب أن تنتهي بفصلة منقوطة دي تاني كل دالة يجب أن تنتهي بفصلة منقوطة إي كل كلاس أو فئة يجب أن تنتهي بفصلة منقوطة كل كلاس او فئة يجب ان تنتهي فصلة منقوطة. عشان نحل السؤال ده نفتكر. وانحنا بنكتب البرنامج. هل كنت محط ملحظة بحط فصلة منقوطة? هل لما كنت بحط دلة زي اف او سويتش كنت حط فصلة منقوطة بس? هل لما كنت بحط الكلاس بابل الكلاس او الفويد مين بنحط فصلة منقوطة بس? هل لما كتبت جملة فقط في الجافة بحط بعدها فصلة منقوطة بس? هل انا كنت في كل سطر بحط فصلة منقوطة? ايه هل لفاكر ازاي يكتب برنامج? وعمل برامج معنا مرة في قد كلها يعرف الحل. الاجابة سهلة جدا. كل سطر في البرنامج يجب ان ينتهي بفصلة ايه? منقوطة صح كده. كل سطر في البرنامج يجب ان ينتهي بفصلة منقوطة. يبقى مجرس اوال ده في الامتحان? لازم يكون انا فاكر ازاي بنكتب برنامج الجافة? عشان كده قلت كل مرة ببدأ اكتب الصيغة العامة في البرنامج الجافة. السؤال بيقول لي ايه العبرات التالية صحيح? ايه? كل سطر في البرنامج يجب ان ينتهي بفصلة منقوطة. بي كل جملة في البرنامج يجب ان تنتهي بفصلة منقوطة. سي كل سطر ملاحظة يجب ان ينتهي بفصلة منقوطة. دي كل ده اللي يجب ان تنتهي بفصلة منقوطة. ايه كل كلاس او فئة يجب ان تنتهي بفصلة منقوطة. طبعا الاجابة الصحيحة هنا ايه? ايوة كل سطر لاجب ان ينتهي بفصلة منقوطة. الا في بعض الشوازي اللي في كده وانا عرفه احنا بنشغل في البرامج. طيب نجي السؤال للبعد كده. السؤال بيقول لي ايه? اي جملة من دول في الاخراج? اي جملة من دول في الاخراج? يطلع فيها شكل خارج لقدام الظريف ده. السؤال بيقول لي تاني? اي جملة من دول انا عمل اربع جمل همت? كلهم جمل اخراج. عاوز مين فيهم اللي تمشي مع الاخراج اللي تحت خالص ده? طب اخراج بيقول لي ايه? احمد شرطة ميلة اكزام وان شرطة ميلة تست نقطة اكستي. تاني الاخراج بتاعي عشان نحفظه عشان عشان ده اللي هيحل بيه البرنامج. او نحل بيه الجملة لو عايز يحل لاني فيهم صح. احمد شرطة ميلة اكزام وان شرطة ميلة اليسلاش تست بوينت نقطة تي اكستي. طيب نقرأ الاربع جمل بتاعنا ونشوف من فيهم اللي يديني اخراج الجملة دي. او يطبع لي الجملة دي. ده معنى الكلام. رقم ايه? جي اوبشن بين شو ميسيج دايالوج. انا بنده على بتاعة الاخراج من المكتبة الكبيرة بتاعة برنامج الجافة. بتقول لي ايه? ما بين علامتين تنصيص كاتبين. احمد سلاش سلاش اكزام وان سلاش سلاش تست نقطة تي اكستي. افنى علامتين التنصيص. يبه تاني اول سطر بيقول لي ايه? جي اوبشن بين ده الكئن اللي استدعين من مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة. لان يدلق شو ميسيج دايالوج حالو لجملة الاخراج. ليه? بعد كلمة نل بتقول لي ايه بقى? ما بين علامتين تنصيص كاتبين. احمد سلاش سلاش اكزام وان سلاش سلاش اتنين سلاش واربعات. تست بوينت لنقطة تي اكستين. طب دي اول جملة اخراج. بي. جي اوبشن بين. تفاقن اخلاص ده الكائن اللي بستدعين بيه. المكتبة الكبيرة. ادل اللي انا عايزها المكتبة بتاع برنامج الجافة. شو ميسيج دايالوج? جملة الاخراج اللي بعد كلمة نل. نركز ما بين علامتين تنصيص. احمد سلاش ميلة. اكزام وان سلاش ميلة. تست بوينت تي اكستي. قفلنا علامتين التنصيص. تاني الجملة بتقول لي ايه? ببنى علامتين تنصيص. احمد سلاش واحدة. اكزام وان سلاش واحدة. تست بوينت تي اكستي. الجملة التانية. الجملة التالتة. نراحي وانا وانا اعمل اقولي الخارج بتاعي انا اشوف انه جملة تمشي مع جملة الخارج اللي تحت. وبعد انسى. رقم تلاتة او سي. جي اوبشن بين. بس ادل يعني كائن شو ماسش دالك. دالة الاخراج اللي بتقول لي ايه? ما بعده كلمة نل. ما بين علامتين تنصيص. احمد سلاش علامة تنصيص. اكزام وان علامة تنصيص. سلاش تست نقطة تي اكستي. تاني الجملة الخارج هنا بتقول لي ايه? احمد سلاش بين علامتين التنصيص. اكزام وان علامة تنصيص. سلاش تست نقطة تي اكس تي وعلام التنصيص. ده السي. ادي بتقول لي ايه? جي اوبشن بين. الكائن بس يدعين المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة بتاع ان يدلة بتاع شو ماسيج ديالوج بتاع دلة للاخراج. نال ايه بعد كلمة نال? علامتين تنصيص. احمد. اتنين سلاش ورا بعد. اجزام ون. علامة تنصيص. اتنين سلاش ورا بعد. تيست. بوينت تيكس تي. علامتين تنصيص. نقول تاني الجملة في اخر جملة بتاع ديه اللي بينه علامتين تنصيص. احمد. بينه علامتين تنصيص. بعدين. اتمين سلاش اجزام ون. علامة تنصيص. اتمين سلاش. تيست. بوينت. تيكس تي. اني جملة من الاربع جمل دول. يطبع لي جلمة الخارج المكتوبة تحت دي. اللي هي احمد. سلاش ميلة واحدة. اجزام ون. سلاش ميلة واحدة. هنقروم الاربع تاني كلهم مرة واحدة. وبعدين نختار الاجابة الصحيح. اول واحدة اللي هي ايه? ما بين علامتين تنصيص. انا ارى الخارج بس. اللي هو بعد كلمة نل. ما بين علامتين تنصيص. احمد. اتنين سلاش اجزام ون. اتنين سلاش. تيست بوينت تيكس تي. الخارج التاني اللي هو بي. ما بين علامتين تنصيص. احمد. سلاش واحدة تست. وكلهم جملة واحدة ما بين على امتين تنصيص. نومبر سي او الاجابة التالتة. ما بين على امتين تنصيص اللي مكتوب احمد سلاش. عمتين تنصيص اتقفلت وبعدين exam one عمتين تنصيص اتقفلت وبعدين slash test point text T علامة تنصيص اتقفلت اللي جاب الرابع اللي هي دي برضو ما بعد كلمة نل مكتوب ايه علامة 2 تنصيص بينهم احمد بعدين اتنين slash exam one علامة تنصيص بعدين اتنين slash test point text T علامة 2 تنصيص طبعا اللي اطبع للجملة دي حتة واحدة كده زي ما هي ان انا احطها زي ما هي ورايح دماغي احطها زي ما هي كده بين علامتين ايه ايوة تتحط كلها ما بين علامتين تنصيص يبقى اي اجابة دول من ايو والبي والسيويد دي ايوة كده برافع عليكم اللي جابة رقم بي لان احط الجملة كلها ما بين علامتين تنصيص السؤال ده مهم مراكز فيه كويس قوي ازاي اطبع شكل خارج انا اعزت بعضهم هو زي ما انتفقنا وقلنا اي حاجة عاصة بعضها زي ما هي حطها زي ما هي ما بين علامتين ايه ايوة حطها زي ما هي ما بين علامتين تنصيص ده كده تمامين التالت طيب تشوف تمامين كمان بيقول لي ايه المطلوب تباعد خارج البرنامج التالي المطلوب تباعد خارج البرنامج التالي يعني ايه الكلام ده يعني هيديني برنامج وعاوز يعرف حلو هيديني برنامج وعاوز يعرف ايه حلو طب نبص مع بعض البرنامج. بنامج بيقول لي رقم واحد امبورت جافا اكس اس وينج جي اوبشن بين واتفقنا ان دي المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجافا اللي بس ادعي بها اي دل عن طريق جي اوبشن بين او عن طريق الكائنات. اتنين بابل كلاس هند. بابل كلاس قلنا الفئة بتاعتنا اللي باكتب فيها اسمي مين? ايه باكتب فيها اسم البرنامج. لان هنا مسمي مين? ايوة مسمينه هند. تلاتة بنفتح الكوز بتاع اسم البرنامج اللي اسمي مينه هند. اربعة بابل كستاتيك فويد مين استرينج ارجس. واتفقنا ان دي الدالة الرئيسية بتاعت برنامج الجافا. خمسة بنفتح الكوز بتاعت الدالة الرئيسية. لحد هنا دول الخمس سطور السابتين بتوعي برنامج جافا. ما بعدهم ايوة هو بداية مكتبة مين? البرنامج. طيب نبدأ البرنامج بتاعنا بقى سطر رقم ستة. قال لي انت سي ودي وصب. انت سي ودي وصب. طيب سي ودي وصب دول متغيرات. باعرفهم انهم ايه? انهم انت يعني انهم انتجر. يعني كلهم اعداد او ارقام صحيحة. قيمتهم اعداد او ارقام بدون علامة عشرين. يبقى انا في سطر رقم ستة عرفته. سي ودي وصب. ان دول تلات متغيرات. عرفتهم انهم انت يعني قيمتهم اعداد صحيحة. بدون علامة عشرين. طيب. سطر سبعة. سي بتساوي عشرين. اهو بيأكد او ان سي بتساوي ايه? عشرين. يعني قيمة سي بتساوي عشرين. عدد صحيح. بدون علامة عشرين. تمانية. دي بتساوي عشرة. اهو بيأكد تاني ان دي عدد صحيح. عرفت منين? عشان قيمتهم بتساوي ايه? عشرة. مفقوش علامة عشرين. تسعة. الصب. اللي اقتصر الكمة الصبتاكتور اللي عملت الطرح يعني. بتساوي سي ناقص دي. يعني اطرحل السي ناقص مين? ناقص الدي. طيب. بحد كده ما عندش مشكلة. انا ستة. عرفت السي والدي والصب. انهم انت. سبعة دخلت قيمة السي. تمانية دخلت قيمة الدي. تسعة. عملت عملية الحسابية. اللي عملية الطرح. عشرة. جي اوبشن بين. ده الكائن بس الايه منين? بالمكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. شو مسيش دايالوج? ايو هنا جملة الاخراج. اروح وراء عطول وراء كلمة نل. عاوز ايه? سي زائد دي. عاوز مين? سي زائد دي. وانا مش اقول دي معناه ايه دلوقتي? غير وانا بحل البرنامج. عشان نفكر ونركز في جملة الخارج دي عشان دي مهمة جدا. مكتوب بعد كلمة نل. سي زائد دي. نفكر في الجملة دي. لحد من حل البرنامج. حداشر. بنقفل الكوستو على رقم خمسة. ونقفل الكوستو على رقم تلاتة. نقول برنامج كله تانية مرة واحدة. وبعدين نحله. وبقول نركز تاني في السطر رقم عشر. عشان ده هو حل البرنامج. واحد. امبورت جافا اكس اسوين جي جي اوبشن بين. قلنا ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا عن طريق الكائنات. اتنين بابليك كلاس هند. وده اسم البرنامج ونحن هنا سميناه هند. تلاتة بنفتح القوز بتاع اسم البرنامج. اربعة بابليك استاتيك فويد مين استرين جارجس. دي الدالة الرئاسية بتاع برنامج الجافا. خمسة بنفتح القوز بتاع الدالة الرئاسية. لحد هنا انا ما عندش اي مشاكل. نبدأ بعد كده بقى. ده الخمس جمل دول السابتين بتاع برنامج الجافا. ستة يبدأ برنامج بتاعي. انت سي ودي وصب. سي ودي وصب. بعرف السي والدي والصب. ان هما ايوة اعداد صحيحة. قيمتهم هتبقى بدون علامة عشرين. صبعا اعداد او ارقام. سبعة. السي بتساوي عشرين. اه ده انا قيمة سي بتساوي كام؟ عشرين. يعني عدده هم مفروش ايوة علامة عشرين. تمانية ادي بتساوي عشرة. قيمتها كام؟ عشر. يعني عدد صحيح بدون علامة عشرين. تسعة. السب. السب ده عمليه حسابية. وانه اختصار لكلمة سبتراكتر عمليه ده الطرح. اللي هي بتساوي السي ناقص دي. يعني يطرح العشرين ناقص عشر. ده المكتوب في سطرقام تسعة. نلكل سطرقام عشر بقى عشان ده هو حل البرنامج. عشرة بيقول لي ايه? جي اوبشن بين. شو ماسيج دايالوج. جي اوبشن بين. اتفقنا ده الكائن. اللي بس ادعيم المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. اللي اصدقى فيه اكيد دل. دلت مين عندنا هنا. شو ماسيج دايالوج. دلت الاخراج. اروح ورا بعض ورا مين? ولا كلمة نل. نل بتقول لي ايه? سي زائد دي. سي زائد دي. نفتكر مع بعض بقى الحتة ده ودي مهم قوي. اتفقت مع بعض وقلنا لكم اتمرأ. اما يجي لي في الخرج. سي زائد دي زائد اف زائد بو. زائد زائد. دي مش معناها زائد. او عنانسة. يا رب نكون افتقرنا. دي معناها و. يبقى اما اقول. سي زائد دي. هي اكلناها بزبط بقول ما سين وايه? ايوة سي ودي. يعني انا عاوز قيمة سي بكام? وعاوز قيمة دي بكام? او عن اطلخبط. واحنا بنحل برنامج زي كده في الانتحان. او حطه واحنا بنكتبه. نركز كويس اوي. في فرق. اما او. بنا عاوز تنتظر سي زائد سي. ايوة. هي انا عاوز تكتب لي سي كحرف. عشان احطه بنعمتين تنصيص. وبعدين زائد سي يعني وقيمته كام. فرق ما اقول عاوز سي زائد 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 دي. هنا السي قيمتها كام? وزائد معناها و. يعني ودي كمان قيمتها كام. يعني المطلوب هنا في الخارج بتاعي يكتب قيمة سي ويكتب قيمة دي. او عن اطلخبط. واحنا بنحل البرنامج ده. بركز وبنأكد عليها تاني. عشان انا عن طول كنركز اوي في السطر رقم عشر. هو ده اللي فيه حل البرنامج اساسي. السطر احداشر بنقفل القصين بتوع خمسة وثلاثة. طب تعاني نشوف مع بعض بقى. ايوة خارج البرنامج. اتفقنا خلاص. ان في سطر عشر بقول لي عاوز سي ومين? ايوة عاوز سي ودي. طب السي بكام? ايوة بعشرين. والدي بكام? بعشرة. فخارج تلك كام? عشرين. وجنبها عشرة. اللي هي قيمة السي. وبعدها قيمة الاي? الدي. ايوة هتطلخبط في برنامج زائد. لو عارف اينا او عاوز لو قال لي طالب صب اه كان داني طالحة عطول. لكن هنا اوضحك عينها خالص. في الاخر خالص اقال لان اعاوز ايه? اعاوز سي زائد دي. يعني قيمة سي وقيمة دي. طب تعاني نشوف تمرين كمان. تمرين بيقول لي ايه? اكتب برنامج بلغة الجافة يقوم بطباعة الشكل التالي. اكتب برنامج بلغة الجافة يقوم بطباعة الشكل التالي. طب اه هو الشكل التالي. انا ببص الشكل كده. ايه ده ده مديني شوية نجوم طب نحف نعمل برنامج اه نحف نعمل برنامج البرنامج سهل جدا بس ركز معي فرض النجوم اول مرة مديني مسلا ست نجوم بعدين خمسة بعدين اربعة بعدين تلاتة بعدين اتنين بعدين واحد تاني وقال صلح شكل خارجي عملي ازاي طلح خارجي شكله نجوم ايه النجوم اللي عندي اول مرة ست نجوم بعدين خمسة بعدين اربعة بعدين تلاتة بعدين اتنين بعدين واحد طب هل نعرف نعمل البرنامج ده طبعا البرنامج سهل جدا 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 بس احنا نحاول نفكر شوية في مين في البرنامج طب تعالوا نفكر مع بعضنا وانتوا ونحل البرنامج مع بعض نبدأ مع بعض واحدة واحدة واحد امبورت جافة اكس اس وين جي اوبشن بين وانا ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج مين ايوة بتاع برنامج جافة عن طريق مين عن طريق جي اوبشن بين عن طريق الكائنات اتنين public class عمر انا سميت البرنامج هنا ايه عمر اتفاقنا نسمي اي حاجة زي ما انت عايز حروف وارقام اسماء لكن يفضل وانا بعمل برنامج مكتبش برنامج باسمي انا تلاتة بنفتح القوس بتاع اسم البرنامج اللي سميناه عمر اربعة public static void main strange artists اللي هي ايه ايوة اللي هي الدالة الرئيسية بتاع برنامج مين بتاع برنامج جافة خمسة بنفتح القوس بتاع الدالة الرئيسية دول اتفقنا مع بعض كلنا ان دول اول خمس سطور سابتين في اي برنامج جافة ما بعدهم هو البرنامج ما بعدهم هو الايه البرنامج يعني سط رقم ست كتاب ستة بتقول لي ايه ايوة كده بابدأ استدعي بقى دكائنا هو بقى كده بابدأ استدعي دالة منين ايوة من المكتبة الكبيرة بتاع البرنامج الجافة تبين اي دالة استدعيها شو ميسيج دايلوك دالة الاخراج يبقى على طول اروح ورا كلمة نال اللي مكتوب ورا كلمة نال انا بص كده اللي اقول فالهم تنصيص اللي بينهم مبدئيا ستة نجوم بعدين سلاش ان خمس نجوم سلاش ان اربعة نجوم سلاش ان تلات نجوم سلاش ان نجمتين سلاش ان نجمة تاني اللي موجود في الخارج اللي بينهم تنصيص ده ستة نجوم سلاش ان خمس نجوم سلاش ان اربع نجوم سلاش ان تلات نجوم سلاش ان نجمتين سلاش ان نجمة. دول كلهم بينها عمتين ايه تنصيص. طيب? انا عارف ان يتحط مبينها عمتين تنصيص بيتكتب زي ما هو. طب هل الاسلاش ان كتب زي ما هي? لأ طبعا اوى ان قوي سنة. ان اسلاش ان هنا معناها ايه? ايوة بعد ما تكتب اول جملة دي انزل لساطر جديد. اعمل الجملة بعدها وانزل لسطر جديد. اعمل الجملة بعدها وانزل لسطر جديد. يعني سلاش ان انهي الجملة لحد هنا وابدأ الجملة اللي جاية من السطر الجديد. ده معنى كلمة سلاش ان. سبعة بنقفل القوصة ع رقم خمسة تمانية بنقفل القوصة ع رقم تلاتة. طب نقول برنامج كل مرة واحدة ونشوف حلين. واحد امبورت جابا اكس اسوينج امشن بي. واتفقنا ان ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة عن طريق الكائنات. اتنين بابليك كلاس عمر. انا هنا سميت البرنامج عمر. تلاتة فتحنا القوص بتاع اسم البرنامج. اربعة بابليك استاتيك فويد مين استرينج ارجس. ايوا دي الدالة الرئيسية بتاع برنامج الجافة. خمسة بنفتح القوص بتاع الدالة الرئيسية بتاع برنامج الجافة. ستة يبدأ البرنامج عندنا. وناخد بالنا. شوف السؤال كان قدي ايه? وتحقل كله في سطر واحد. شوف السؤال كان كام نجمه اربعة? وتحقلنا كله في سطر ايه? واحد. طب حلنا ازاي? جي اوبشن بين شو ماسج دايلوج قلنا جي اوبشن بين دي. انا بستادع ده الكائنة بستادع بيه. اتدالة من مكتبة كبيرة بتاع برنامج مين? بتاع برنامج الجافة. بستادع ان يدل هنا شو ماسج دايلوج اللي هي دالة الاخراج. على طول نروح نبص ورا كلمة نال. ورا كلمة نال في ايه? فعلا متين تنصيص قبارهم. بينهم ايه? ست نجوم. بعدين سلاش ان. يعني اطبعها لست نجوم. ويبدأ في سطر جديد. يعمل سطر جديد يعمل خمس نجوم. بعدين سلاش ان. يبقى ننزل للسطر اللي بعده. يعمل كم نجمة? اربعة نجوم. بعدين سلاش ان ينزل للسطر اللي بعده. يعمل تلات نجوم. بعدين سلاش ان يعني ننزل للسطر اللي بعده. يعمل نجمتين. بعد كده سلاش ان يعني نزل للسطر اللي بعده يعمل ايه? نجمة. يبقى انا في سطر واحد. عملت ست نجوم. بعدين سلاش ان يعني سطر للسطر اللي بعده وعملت خمس نجوم. سلاش ان يعني نزلت للسطر اللي بعده وعملت اربعة نجوم. سلاش ان نزلت للسطر اللي بعده وعملت تلاتة. سلاش ان مثل السطر بعده وعملت نجمة وده كان المطلوب مني في البرنامج وعملت كله في ايه؟ في سطر واحد. سبعة افقنا القصة على رقم خمسة. تمانية افقنا القصة على رقم تلاتة تب نشوف شكل الخارجي كده ايوة هو الشكل اللي كان الدهوني في الاول انه عاوز يكتب برنامج لكتاب الاخراج او الشكل التالي. ست نجوم بعدين اول سطر خمسة اول سطر اربعة اول سطر تلاتة اول سطر اتنين اول سطر واحد. يبقى انا كده اممكن اكتب اي جمل تحت بعضها في سطر واحد بتاع الخرج اوه ننساها دي عشان دي مهمة قوي سطر واحد ان انا بكتب ايه ايه ايوه بنكتب سلاش ان واتفقنا مع بعض قبل كده اما خدنا يعني سلاش تي يعني سيب سبع مسافات خدنا يعني ايه سلاش ار يعني وقف المحزم هو خدنا يعني سلاش ان يعني نبدأ السطر الجديد في الخارج اللي بعديه يعني نبدأ السطر الجديد في الخارج اللي بعديه يعني السطر دا ينتهي وعمل استشأن أنزل السطر اللي بعد وقت بالخرج التالي عمل استشأن وقت بخاطر الخارج التالت وهكذا يبقى استشأن حلت لي هنا مشكلة جامدة قوي إنها كتب ست نجوم خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد طب دا كان برنامج نشوف كمان تمرين تمرين بيقول لي ايه المطلوب تباعة خارج البرنامج التالي المطلوب تباعة خارج البرنامج التالي تبقى هو البرنامج هنا عاوز يطلع ايه ايوة عاوز تشوف خارج البرنامج دا يطلع عمل ازاي يعني هو يدينا البرنامج وانا نشوف خارجه طب نبص البرنامج واحد import java x swing j option bin واتفقنا ان دي ايوة المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج java اللي انا بس أليه عن طريق مين يجي option bin عن طريق الكائنات اتنين public class h h هنا بدأنا هو كتبت اسم البرنامج رموز اتفقنا رموز اسماء انت حروا في كتابة البرنامج public class h h ثلاثة فتحنا القوز بتاع اسم البرنامج اربعة public static void main strange artist ايوة دالة الرئاسية بتاعت برنامج java خمسة فتحنا القوز بتاعت دالة الرئاسية دول اول خمس سطور سابتين في كتابة اي برنامج java ستة يبدأ البرنامج بتاعنا نبص على البرنامج بتاعنا لقم ستة two slash n three slash n four تاني اللي بين علامتين التنصيص one slash n two slash n three slash n four ده اللي موجود بين علامتين الايه التنصيص ونبلد ما اكمل البرنامج واقوله تاني اتفكره الخارج دايب بعمل ازاي انا بقوله تاني اهو زي البرنامج اللي فات بالزبط خارج بتاعه شبيه بيه بالزبط سبعة بنقف الكوستو عرقم خمسة تمانية بنقف الكوستو عرقم تلاتة بنقول برنامج كله تاني وار واحدة وبعدين نحلل البرنامج اللي انا شايفه سهلي جدا واحد import java x swing j option b استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج java عن طريق الكائنات اتنين public class h هنا انا بسمي البرنامج h تلاتة بنفتح الكوستو بتاع اسم البرنامج اربعة public static void main strange arches ايوا دي الدالة الرئيسية بتاع برنامج java خمسة بنفتح الكوستو بتاع الدالة الرئيسية ستة البرنامج بتاعه البرنامج بيقول لي ايه j option b show message dialogue j option b الكائن بس ادعاء كده دالة من اين من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج java تبدالت من هنا دالت show message dialogue الي دالت الاخراج طب انا عايز منها ايه ما بعد كلمة نال انا هنخرج ايه نبص مع بعض ما يبني على امتين تنصيص انا كاتب one slash in two slash in three slash in بعدين four ده اللي موجود ما يبني على امتين الايه التنصيص سبعة من ايه في القصر رقم خمسة تمانية من ايه في القصر رقم ثلاثة طيب هوضح لكم الخارج كاتب لي one وبعدين slash in ايه ما اتفقنا one وبعدها slash in عشان كلهم يبني على امتين تنصيص يبني معناها اكتب one slash in انزل للسطر اللي بعده اروح للسطر الجديد هكتب ايه في السطر الجديد هنكتب two بعدين slash in يبني كتبنا one في سطر السطر اللي بعده كتبنا ايه two بعدين slash in ننزل للسطر اللي بعده هنكتب مين three بعدين slash in ننزل للسطر اللي بعد هنكتب مين four يبني المطلوب هنا في البرنامج يكتب ايه نبص كده مع بعض ايوة one في سطر two في سطر three في سطر four في سطر وكتبناها كلها خارجة في سطر واحد بينهم وبعد slash in وكلهم كانوا بين علامتين تنصيص عشان كده قلتلكوا ده زي البرنامج اللي قبله بالزبط بس نبدأ نفكر ازاي نعمل البرنامج فمناخدش ما نتخلطش من شكل البرنامج النطوي بالعكس ممكن شكل البرنامج الطويل ده اتحل في سطر واحد وممكن البرنامج زغير بس كتابت البرنامج بتاعته كبير او ده كان برنامج طب نشوف كمان تمري طب مين بيقول لي ايه بقى باستخدام f الشرطية المتدخلة باستخدام f الشرطية المتدخلة اكتب برنامج بلغة اجابة لاختبار عدد صحيح كده انا نختبر عدد صحيح عايز منه ايه يتم ادخاله من لوحة المفاتيح ايه ما نعايز منه عدد صحيح دوت هل هو فردي او زوجي هل هو عدد فردي او عدد زوجي يبقى المطلوب منه هنا ايه باستخدام f الشرطية المتدخلة اكتب برنامج بلغة اجابة لاختبار عدد صحيح يتم ادخاله من لوحة المفاتيح انا ادخل عدد صحيح من لوحة المفاتيح طب اعاوز اختبر في ايه هل هو فردي ولا زوجي هل هو عدد فردي ولا عدد زوجي قبل من الشغل في البرنامج لازم نفهم البرنامج لازم نفهم الشرط اللي انا عايزه ايه احنا خدنا قبل كده ازاي بالعدد ده موجب او العدد سالب واتفقنا موجب بحط شرط انه اكبر من الصفر سالب بحط شرط انه اقل من الصفر ده اما كان العدد اللي عايز يختبره موجب او سالب هنا العدد اللي عايز يختبره فردي او زوجي فردي او زوجي نفكر مع بعض كده ايه الشرط اللي اقدر احطه يقول لي ان العدد ده فردي او زوجي نفتكر كده زوجي يعني ايه اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتماعشر مية امتين فردي 101 103 1 3 5 7 الفرق بالاتنين حيما انت فين كلنا واخدناه في الحساب وفي الرياضة ان العدد الذي يقبل القسم على اتنين بدون باقي فهو عدد زوجي والعدد الذي يقبل القسم على اتنين في وجود باقي فهو عدد فردي هو ده الشرط بتاعنا اللي انا نحطه مع قلة F في البرنامج هنا يبقى ايه والشرط بتاعنا ان انا اخد الرقم اقسمه على اتنين لو ما طلعش ليه باقي يعني الباقي بتاعه باقي الاسم بتاعه بقى صف يبقى ده عدد زوجي لو بقى باقي اسم عندي موجود طبعا في الدائلة يبقى واحد يعني يبقى ده عدد ايه فردي بقى ده الشرط ان اجيب العدد اقسمه على اتنين اشوف باقي الاسم بتاعه كام نشوف باقي الاسم بتاعه كام لو صفر يبقى عدد زوجي لو واحد يبقى عدد فردي او غير صفر همتن يبقى عدد فردي طب نبص نقدر نعمل البرنامج ازاي? نبص شكل البرنامج واحد امبورت جافا اكس وان ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا. بابلك كلاس هند الصدت رقم اتنين. ودي اسم البرنامج واحنا سميناه هند. تلاتة بنفتح القوس بتاع اسم البرنامج اللي اسمه هند. اربعة بابلك استاتيك فويد مين استرينج ارجس الدالة الرئاسية بتاع برنامج الجافا. خمسة بنفتح القوس بتعدال للرأسي. لحد دلوقتي دول خمس سطور سبتين بتوع برنامج الجافا. ستة يبدأ البرنامج بتاعنا. ستة بيقول لي ايه? انت كيو واي. انا هنا بحطه متغيرين. واحد اسمه واي. واحد اسمه كيو. وبعرفهم انهم انت. يعني قمتهم اعداد صحيحة او ارقام صحيحة بدون علامة عالشي. عشان عرفتهم انهم ايه? انت او انتجر. سبع كيو بتساوي انتجر. بيأكد هون كيو بتساوي انتجر. بيرس انت جي اوبشن بين. كده انا كائن هستدعي دل اكيد من مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافا. هستدعي مين? شو انبود ديالوج. ايوة. استدعي دلت مين? الادخال. يعني هنا هبدأ حط الرقم او العدد بتاعي عن طريق لوحة المفاتيح. طب هو هيكتب ايه? ادخل العدد المراد اختبار. ادخل العدد المراد اختبار رقم اللي انت عايزه او العدد اللي انت عايزه اللي انت عايزه اللي انت عايزه كيو باقي الاسمه على اتنين. واتفقنا هنا ايوة ان الشرط بتاعي ان نقسم على اتنين واشوف باقي الاسمه بتاعه كام? حش كده حطينا ايه? علامة في المية اللي معناها ايه? اللي معناها باقي الاسمه. يبقى انا هجيب الرقم بتاعي كيو واشوف باقي الاسمه بتاعه على اتنين. تمام كده? دول تامن سطور بتوع. اعرفت فيهم الدخول بتاعت الكيو والواي اللي هو العدد اللي انا عايزه يشوفه. والواي اللي عاملية الحسابية. ما كده ابدأ في مين? ايوة ابدأ في الشرط بتاعنا بقى. ان الواي ده الشرط بتاعنا ده لو بقى الاسمة ده بزيرو ولا مش بزيرو. شوف كده تسعة بقى بدأنا في الشرط بتاعنا اهو. قارة افة هي بقى. اف واي واي لها كيو بقى الاسم على اتنين. هل واي بتساوي زيرو? يعني هل بقى الاسمة بتاع اللي اسمته على اتنين ده. العائد بعدة زوجي. نبصت كده عشرة كتبة ايه? دكاء ناس عددها اللي من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. ايوة. ايه جمت الاخراج اللي انت عايزة بعد كلمة كلمة زوجي. ما بينه على امتين تنصيص. ليه كتبنا زوجي? عشان الشرط بتاعنا كان بيقول هل الواي اللي بقى الاسمة بتاعتك اللي هي كيو بقى الاسم على اتنين بتساوي زيرو? لو بتساوي زيرو يبقى العدد ده فعلا عدد زوجي. عشان كتب ايه? زوجي. يعني الرقم او عدد اللي انت دخلته ده هو كيو ده كلمته عدد حاليا عدد زوجي. طيب. لو ما كانش عدد زوجي. يعني لو ما كانش بقى الاسمة ده بزيرو. شوف السطر رقم 11 بيقول لي ايه? الس. الس متفقين ده اسمة اف المتدخلة. الس والاخر. ايه الحل اللي عندك اف? واي لا تساوي زيرو. يعني بقى الاسمة بتاع كيو على بقى الاسمة على اتنين ده لا يساوي زيرو. طيب. ازا كان بقى الاسمة بتاعك ما يساوي زيرو. يبقى العدد ده ايه? ايه? ايه صاحة كده برافو عليكم. يبقى العدد ده فردي. يبقى المفروض السطر بتاع الخارج يكتب فردي. طب نبص ما بعد كده. السطر رقم 12 كاتب ايه? جيوبشن بين. ده الكائن اللي ما استدعين من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا. شو مسيج ديالوج. ايوة جملة الاخراج او دلة الاخراج اللي انا استدعينها من المكتبة الكبيرة عن طريق الجوبشن بينها عن طريق الكائن. اشوف ما بعد كلمة اتطلب مكتوب ايه? ايوة مكتوب فردي. ليه اعدد ده فردي? عشان ده لا يساوي زيرو. عشان ده بقى الاسمة بتاعه لا يساوي ايه? زيرو. 13 بنقفل القسط على رقم خمسة اوة ننسى بتاع الدلة الرأسية. و14 بنقفل القسط عمين? اه ايوة بتاع اسم البرنامج. يبقى اول تسعة الحد 14 ده الشرط بتاعنا او التطبيق المباشر بتاعي لقاعدة اف. ازاي انا طبقت قاعدة اف على المسألة او التامين اللي عندي اللي هو كان بيقول لي ده اثبت ان ده عدد زوجي او قول ان ده عدد فردي. نقول تاني من تسعة 14 دول عشان دول هم قاعدة اف اللي احنا عايزين نطبقها. تسعة بتقول لي اف واي هل تساوي زيرو? نفتكر مع بعض. قلنا واي تساوي تساوي زيرو معناها ايه? ايوة كده? معناها ده فين? ايوة في العامات المنطقية لقاعدة اف. هل واي تساوي زيرو? تب من هي واي? واي ده كانت كيو باقي الاسم على اثنين. يعني ما نجيب العدد ونقسمه على اثنين. هل باقي الاسم بتاعه بيساوي زيرو? لو كان بيساوي زيرو بالعدد ده ايه? ايوة صح. يبال عدد ده زوجي. نبس كفشات رقم عشرة. المفوس سطر عشرة يقول لي عدد ده زوجي. عشرة بيقول لي ايه? بس ادعي كائن اهو. بس ادعي دالة من كائنة بس اجيبه من مكتبة الكبيرة بتاع بنامج الجافة. ان يدالة هنا. دالة شو? مسيش دالة. يعني دالة الاخراج. اروح على طول اللي بعد كلمة نال. من اللي بعد كلمة نال? ايوة زوجي. يعني عدد ده زوجي. ليه عدد ده زوجي? عشان كانت الواي او بقى الاسمة. بتاع العدد اللي عندي كان يساوي زيرو. طيب. السطر احداشر. طيب لو ما كانش بيزوي زيرو. ايه الاخرى? ايه الحل اللي عندك التاني? اف واي علامة التعجب معناها لا. هل واي لا تساوي زيرو? اللي هو الحل التاني? اما جاء سم كيو. بقى الاسم على اتنين? لا ما بيتساوي الزيرو. ما بيتساوي الزيرو بالعدد ده ايه? ايوة. يبقى العدد ده فردي. المنفوض الاجابة اللي بعد كده? يبقى العدد ده ايه? فردي. نبصت رقم اتناشر بيقول لي ايه? اتناشر بيقول لي. جي اوبشن بين. ده كده خلاص احنا حفزناه. الكانر بس ادعيه من مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجابة. بس ادعي منه ان يدل دلت شو? ماسيش دلت الاخراض. اروه على طول ورا اتكلم اتنال. ورا اتكلم اتنال في مين? ايوة فيه فردي. يعني العدد ده فردي. ليه العدد ده فردي? لانه لان بقى الاسم بتاعه على اتنين لا يساوي زيرو. تلاتاشر بنقف القوصة على رقم خمسة اللي هو الدالة الرئاسية الفويد مين? اربعتاشر بنقف القوصة على رقم تلاتة. هو اسم برنامج اللي كلنا نسمينه هند. انا جبت برنامج على جزئين عشان نعرف ازاي نكتبه. وبالذات عشان نعرف نكتب اف ازاي. طيب نكتب برنامج كله مرة واحدة وبين نحط الحل بتاعنا. واحد امبورت جافا اكس اس وين جيجي اوبشن بين. وان ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا عن طريق الكائنات. اتنين بابليك كلاس هند. ده اسم البرنامج واحنا هنا سميناه هند. تلاتة بنفتح القوص بتاع اسم البرنامج. اربعة بابليك ودي ايوة الدالة الرئاسية بتاع برنامج الجافا. خمسة بنفتح القوص بتاع الدالة الرئاسية. دول الخمس سطور سبتين في اي برنامج جافا. من اول ستة يبدأ البرنامج بتاعنا. انت كيو وواي. هنا عندي متغيرين. واحد اسمه واي واحد اسمه كيو. قيمتهم متعرفة انها انت. يعني قيمتهم اعداد او ارقام صحيحة. بدون علامة عشرية. عشان عرفتهم انهم انت او انهم انتجر. سبعة كيو بتساوي انتجر. هنا ابدأ ادخل الكيو بتاعتي. قيمت الكيو بتاعتي عن طريق مين? عن طريق لوحة المفاتيح. سبعة كيو بتساوي انتجر. بيرس انت. يلي جوا قصير بتوعي? ايو دا الكائن? اللي بس ادعي به اي دا اللي عن طريق برنامج الجر. ايه? ايه ايه ادخلنا العائد له مراد اختباره? ايه 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 الانت لعدد العايز تدخله? تمانية. الشرط بتاعنا. اللي هو كيو بقى الاسمه على اتنين. اف هل بقى الاسمه لو بتاعك دا بيستوي زيرو? لا لا. قلنا لو بيستوي زيرو. يبا دا عدد ايه? زوجي. زيما ما كانش بيزاوي زيرو. اللي وصلت رقم حداشر. يبقى العدد ده ايه? 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 صح كده. يبقى العدد ده فردي. تلتاشر اربعتاشر بريفل الكوستو على رقم خمسة. والكوستو على رقم تلاتة. ده بنشوف. ندخل عدد او رقم نشوف. انا ندخل عدد كام? اتناشر. اتناشر اسمناه على اتنين ما يبقاش في باقي. يبقى العدد ده ايه? 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 يبقى عدد ايه? ايه? يبقى العدد ده فردي. كده احنا النهاردة خدنا مراجع على كل العمليات الحسابية اللي خدناها قبل كده. وكمان خدنا ازاي نحط سطور تحت بعض في خطوة واحدة. في خارج واحد عن طريق سلاش. ان. وكمان طبقنا تطبيق مباشر على قاعدة اف اللي خدناها قبل كده. اتمنى تكون حالة النهاردة استفدتم منها كتير قوي. ان خدنا منها برامج كتيرة. واسئلة حلوة جميلة. نستفد منها ومنها نسبة اللي احنا فيمنها في الدروس اللي قبل كده. وشكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.